موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات وقالوا قلوبنا غلف أهلا بك يا أخي مالك أهلا بك يا أخي مرحبا وقالوا قلوبنا غلف أنا قرأتها صح؟ قرأتها صح في القرآن الحالي اللي متدول بين أيدينا ولكن فيها قراءات أخرى في الحقيقة العبارة قلوبنا غلف موجودة في مكانين الأول في صورة البقرة الآية 88 والمرة الثانية موجودة في صورة النساء الآية 155 قلوبنا غلف متما تتفضلتي قرأتي غلف بسكون بسكون اللام وهي في القرآن الحالي المطبوعة بين أيدينا اليوم ولكن القرآن الحالي متما تتفضلتي هو القراءة العام معموما وقراءة الشيعة ولكن في عنا قراءة أخرى بضم اللام غلف وهي موجودة في قراءة مصادر القراءة وكتب التفسير يعني نحن لو نروح المفسرين نجد يقولون أنه في كل التفاسير الطبري القرطب الزمخشر الأخرى غلف وغلف هاتين القراءتين بالضم أو في السكون طبعا الموضوع لا يتصل بإشكالية أن الكلمة تقرأ بالسكون نطء نفسه أو بالضم القراءة للسكون القراءة الحالية اللي نحن موجودة بين أيدينا أكتر شيء تاني بمعنى مغشات الغلف والغشاء أو الغطاء أو الحجاب وهذه القراءة اليهود يقولون عن أنفسهم بناء عن هذه القراءة أنه قلوبنا مغشات ومغطات نحن لا نعي ما تقول له يا محمد بمعنى أنه نحن حمقى يا محمد أو لا نفهم كلامك يا محمد نحن أخبئي نعم بالحرف الواحد أنه نحن مغلفين بحجاب لا يسمحنا أن نفهم كلامك هذه القراءة الشائعة والعامل أكثر انتشارا القراءة الأخرى بالضم ولوف هذه القراءة تعطي معنى جزريا مختلف ومعاكس القراءة الثانية تعطي بمعنى الوعاء أو الشيء الوعاء اللي بيشيلوا فيه الحج نعم وهي حسب المفسرين الثاني أنه نحن قلوبنا أوعي للعلم لا نحتاج دعوة كلام محمد أو ممكن تكون كمان نحن تعطي آخر يقول مفسرين على شكل تالي أوعي للذكر أيضا بمعنى نحن ممتلئين بالذكر بالذكر بمعنى بالكلمة الروحية أو بالكلمة المقدسة الكلمة المقدسة أو نحن بالحرف الواحد مملؤين علما لا يحتاجوا على علم محمد ولا غيره يعني القراءتين بمعنين ودي الكرسة قراءة بتقول أنه عليها غشاوة وقراءة أنه مملؤ علم نعم وقراءة نحن أغبياء جدا نحن لا متعليمين نعم فمتناقضتين ومتعكستين معنيا واللي متخدها هي الأولانية اللي هي عليها غشاوة تبليغ خمالك بلا شك المفسرون اختاروا أن يزبوا أليس المفسرون القراءة تخذوا الجانب أن يقولوا القراءة الأولى هي الصح بمعنى فيها إساءة أكثر لليهو القراءة الأولى هي فيها نقد لمحمد نحن لا نحتاج إلى دينك وعلى علمك يعني هم مسكوا في القراءة الأولى كده جامد عشان يبينوا أن الآية دي إساءة لليهو رغم أن المنطق يعني رح يكون مفارق أن يوجه الشخص تطلب من الشخص أن يعلن إيمانه بدين ما فيرد عليك أني لا أنا ما رح أعمل في دينك لأنه أنا غبي مش منطقي منطقي وممكن لك أنا أعتذر عن مرحة بالعكس أنا أنا مش أرحب بدينك لأنه أنا عندي إيماني الخاص إيماني الخاص وأنا مش معترف بدينك فقط مش أقول عشان أنا غبي فأنا أنا بشكرك جدا أخي مالك بشكركم أعزائي المشاهدين هي قلوبنا غلف ولا غلف اللي اتنين مختلفين كانت في اللوح المحفوظ غلف ولا غلف نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر